وبهذه المناسبة أكد مع علي سقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم بحضور وبدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يساهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار وأضاف مع علي أن تجربة الانتخابية لإمارة الشارقة التي وفر لها سموه كل أسباب النجاح تأتي تأكيدا على قناعة سموه وحرصه على مسيرة التطور البرلماني الذي تشهده دولة الإمارات في خطواتها المتواصلة نحو تعزيز المشاركة السياسية بشكل متدرج ومدروس يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي